أولاً أنا بحب أن أنا أقول كل سنة وسيادة حرم رئيس الجمهورية بخير وبصحة وكل سنة لكل أم مصرية وكل فتاة هتبقى أم في المستقبل بقول لها برضو كل سنة وهي طيبة وكل فتاة فقدت أمها أو توفيت بقول لها ماما في الجنة وكل سنة وأنتوا طيبين بالنسبة لحضرتك الموضوع ده الأم المصرية يعني بتتحمل أشياء كثيرة جداً هي تلتربع المجتمع مش هنقول نص المجتمع تلتربع المجتمع هي الأم الأخت الإبنة الصديقة الجدة العمى الأم المصرية بتتحمل كل المشاكل وقوية جداً وبتقف وقفات صامدة أذا تتذكر في عام 1938 خرجت عشرين ألف امرأة في مظاهرة للمطالبة بالمستوى فيعني مش هنقول أكتر من كده طيب أستاذة ميري خليني أسأل حضرتك عن المرأة المصرية بقى هو المحور الرئيسي لفقرتنا في عهد السيد الرئيسة عن فتاح السيسي يعني إحنا بنتكلم في 7-8 سنين تحقق لها إنجازات كثيرة الحقيقة بتشوفي حضرتك بتشوفي ده إزاي وإنتي عضو لجنة علاقات خارجية في المجلس القومي للمرأة أولاً حضرتك إحنا بنتواجه بشكل سيد الرئيس لأن ده العصر الزهبي للمرأة المصرية من عصر اليشمة لعصر المناصب يعني حضرتك دلوقتي المرأة وصلت للمناصب ما كانتش تحلم بيها ده صحيح السقف التطلعات بتاع المرأة المصرية أصبح عالي جداً 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 المرأة أصبحت لأول مرة قادية أصبحت نائب للرئيس الجمهورية اللي في أمن القومي أصبحت نائب لرئيس البلك المركزي أصبحت محافظة عدم محافظ كتير كان فيه وزيرات قبل كده في العصر السابق بس عدد الوزيرات زاد جداً 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 أصبحت برضو نائب لرئيس الوزراء نائب للمحافظ في المجالس القومية المرأة المواقع دخلت في المجلس القومي للمرأة فيه قوانين اتغيرت فيه أكتر من عشرين قانون وباند اتغيروا لتمكين المرأة وحفظ حقوقها دي حاجات كتير أنا يعني لو عادت أتكلم فيها عايزين برنامجه زيادة بالنسبة للمطلقة حضانة الأطفال موضوع الختام موضوع التمكين حاجات كتير قوي اتغيرت في عصر السيادة الرئيس أصبحت في الخارج برضو مسكتنا مناصب كبيرة ده غادة ومسكت مناصب برضو في الأمم المتحدة فيها حاجات كتيرة جدا حصلت في عهد السيادة الرئيس ده العصر تذهبي للمرأة المصرية وكمان عايز أقول لحضرتك حاجة الدول العربية ابتدت برضو تبص لمصر وتشوف إحنا بنعمل إيه وبتدوا يغير القوانين بتاعتهم ابتدوا يبصوا للمرأة بنظرة أخرى يعني يعني عندهم مثال مساء السعودية بقت المرأة بتسوق البلاد التانية عدد السيدات في البرنامجه زاد جدا ده العصر تذهبي للمرأة لو تكلمنا عنه برضو هنقعد نعدد حاجات كتيرة جدا أصبحت كمان وكيل مجلس الشيوخ السيدة فيه بوصفي جرجس وأصبحت عميدة لكليات أفتكر لم تطاقها من قبل امرأة في منصب العمادة زي طب القاهرة مثلا ودي برضو أماكن مهمة بالضبط بالضبط عميدة لكليات طب بس حضرتك لو قعدنا نتكلم هنقول كلام كتير المرأة المصرية بتصمت وبتسد في أي مكان سقف التطلعات المرأة المصرية دلوقتي بقى عالي جدا يعني لو أي امرأة نفسها أنها تبقى هي وصلت وزيرة ووصلت نائب رئيس الوزراء أنا متخيلة برضو أنها لو فقرت أنها ترشح نفسها للرئاسة ممكن يعني مش هيبقى برضو بعيد فعهد الرئيس مدي حرية وبعدين سيادة الرئيس قال في أول بداية توليه الحكم قال أنا ساند المرأة لأن المرأة هي أول من أول الناس اللي نزلوا للمتخابات وتأييد سيادة الرئيس ووقفوا جنبه فسيادة الرئيس مدي حق جامد للمرأة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر